السلام عليكم يا الناس الخير عسلامتكم ومرحبا بكم معايا في هدلا نوفيل فيديو اللي راح تكون عبارة عن فيديو خاص بتنظيف المطبخ احي نشوفو حيال وتدابير تساعدكم على التنظيف بكل سهولة بلما تعيوا بلما تقلقوا روحكم ان شاء الله راحين يعجبوكم قبل ما نبدأولا فيديو نقول لكل واحدة ما زال ما راحيش مشتركة في القناة انضمي وفرحينا بالاشتراك تعالك لهنا وكذلك على الصفحة تعيتها لانستغرام مريم لايف ستايل يلا هدركا بدون اطالة بسم الله اول حاجة راح ينشوفوها هو البلاك دو كيسان كيما قلنا في فيديوها تسابقة البلاك دو كيسان افتيو انكم تغسلوها بهدوك الحلفات الخاصين بالإينوكس ولا هدوك تاع الحديد لانو ما غريكونوا خاصين بالإينوكس حيخلو لكم فوقها خدوش بالنسبة للعيون تاع البلاك دو كيسان انا يشريت هدوما لتخواة بتيت بغس ساعدوني بزف التنظيف تاع العيون تاع البلاك دو كيسان حبيت نوريهم لكم سعر تحهم والله غار نسيتوها البنات ما نعرفي لعشرة الاف انتوكا سعر تحهم مشي كامل غالي انا كتشريتهم من الجرف مراهم يتبعوا ببارتو كين فيهم واحدة طريقة وزوج يعني ينقيو لكم بيان جكوا كالسان ان ميتار سادي بغس متاليك هما اللي راني نغسل بيهم لعيون تاع لابلاك دو كيسان تاعي وساعدوني بزف 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 النتيجة تخرج هاي لا وخير ما تستعملوا مثلا هديك الحلفات على الحديد ولا يعني راحين تتعبوا ولو ريزولتات ما يكونش غريمون ساتسفزان علوك هادو مالي بغس هايلين غريمون غريمون ريزولتات حهم هايل وان بلس دو سا متحقوش انكم كي ما قولو تحقو مدات ولا هلسون بريسيز يعني كام صغار هكدا ينقيو لكم اوك بريسيزيون العيون تاع لابلاك دو كيسان تاعكم وانتوفو معايا توت سويت النتيجة راح نمسح معاكم هادو الجوز اللي حكيتو وشوفو النتيجة والاغر يخرج يشعل يشعل بلا يعني يجهد دونك فغيما حبيت نوريلكم هادو مالي 3 بوص ان بلس سعر تحهم ماشي كامل غالي نوك إلا لقيتوهم خودوا منهم راحين ينفعوكم بزاف اما بالنسبة لابلاك دو كيسان حاولو انكم تغسلوها تخي سوفان كافي اما بالنسبة للحديث تعالى بلاك دو كيسان فانا نظفهم يا اما بهدوك البتيت بغوص يشفناهم من قبل ولا اذا ما عندكم شهدوك البغوص تقدوو تستعملو لالينداسي ولا اللي معروفة عنا عاكل حال بلا جاكس تحكوهم بلا جاكس يطلعو ما شاء الله وإلا كانوا ماشي بزاف موسخين تقدروو تحطوهم في اللاف فيسل هو تاني يعطي لكم نتيجة راح اتعجبكم ان شاء الله انجو زودورك لالاف فيسل لالاف فيسل هاد المرة ما حيش ننقي وهم الداخل وإنما من بره راح نخرجو كما راكو تشوفو عشاء كفاك نجي باش ننضف تحتو ولا باش ننضفو هو نقوم بهاد العملية سيبا فعسل سيبا افيدن ما اوني اوبليجي وش نديرو على الاقل مرة في الخمسة عشر يوم ولا خطرة في الشهر اوبليجي لالاف فيسل نقدر نخرجو وحدي لا ماشي نالا في ما نقدمش عليكم لازم حتى يخرجها اخوكم في الله ما نقدر لهاش جاية تقيلة مي لالاف فيسل سافا نقدر نتجبدو وحدي نتجبدو ننقي هديك البلاسات تعمل تحت شغل نلقى فيها تراكمة الاوساخ اكيد لانو كنسيق كل يوم ما نقدرش نلحق لها دونك مرة في الخمسة شن يوم ولا مرة في شهر نجبدها ونبرد قلبي فيها دو كارا كنت شوفوني النحية هدك الورق الشفف اللي كنت غلفته من قبل غلفت به لالاف فيسل تاعي بعد ارى توسخ توركاو كامل النحية وجيت باش نعوضه ان شاء الله بورق من نوع آخر اكيد قبل هذا رح نقوم بتنظيف لالاف فيسل تاعي من برافا قاطح نضفه في هدوك الاماكين اللي ما نلحق لهم ش دايما يعني من الفوق وعلى الجوانب نغسلهو ممليح كان يعني توسخ لي لالاف فيسل شغتو من الفوق غسلتو امسحتو خليتو حتى نشوف تماما تماما باش نجي ان شاء الله من بعد نغلفو كي ما قلت لكم احي نشوفو بوش من وارق غلفتو فوالا نكمل تنظيف تاعو ويالله للتغليف للتغليف هدو المره هدو المره هدو الورق تاع الالويمينيوم اللي كنتو شفتوه معايا في فيديوهات سابقة كنت يعني غلفت به تحت الحاوض غلفت به تاني كالكو تيروار تاع المطبخ فوق الاسطح الخشبية هدو الورق لسق تخي 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 بي يعني ما شاء الله لكن مالوروزمون فوق السطح تاعي مالسق ليش دولك عراكو تشوفو بلاي راوي يلسق يلسق تخي تخي بيا بلاي راوي تشوفوه بدأ يدكول يعني راني نلسق يعني ان كوتي مانجي نرح نلسق لكوتي الاخر حتى نصب الكوتي اللوول بدأ يتقلع دونك مالبال يشعلاش ما يعني يلسق مليح فوق هاد السطح تاعي للاف فيسل تاعي سبب بيا دوماج باسكو كونا كنتم معاولا نديرو ونخليش خلاص مغلف هادا للاف فيسل كان يلالب بيا لبخوتيجي مالغالب يلسو ديكل نونك ما ننصحكم شليرا يحب تغلف للاف فيسل تاح غير ما تستعملش هاد الورقة على الالومينيوم قلت لكم مع الول يلسق ومبعد بتيت تابتيح تشوفوه بدأ يدكول نونك ما نصحكم شبه لهاد توسخ نحيه ونعوضو بورق واحد اخر يكون يلسق احسن فوق السطح تاع للاف سل تاعي رجعتو دورك البلاستو اللي بلوس امبر اني جلي بخوتيجي يلو كان بخوتيز وغمان معلش لكن المهم انو ما يتوسخ لش وما يتحوش عليه ربما أشاء كيفان لابيم انجوزو دورك لتنظيف ارضية المطبخ وراح نجاوبكم على واحد سؤال جاوبت عليها شحال من مرة لكن غير ما عليش بما انو راه يتعاود كل مرة اكيد ربما يكونو مشتركة جديد ولا ما شافوش الفيديوهات اللي من قبل ولا عليش على العين والرأس نعاود في الاعادة يفادة دايما يقولوا لي مريو ما لفو الوصول فقط الموتيف على شكل خاشب كما رأيكم الشيء الوحيد اللي ما نصحكم اشتستعمله في الفو باركي ولا في اي ارضية هو الجافل الجافل اللي بنائت من الخصائص صح انو الديز انفكت بصح عندو خاصية وحد وخرا هو انو مبيض يعني يبيض الاسطح اللي نستعملوها لكن نفرغوا تستعملوها لا على الفو باركي لا لا دال دو سول تحكم مام إلا كان امبوكت انا الفو باركي امبوكت 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 ونستعملوها فيه الجافل ابدا لانو نخاف مع مرور زمن ينقص لك ويخ ويحول بالتالي من صحكم على بل تحبو الدز انفكتي وتحبو طهر الامكينة لكن الجافل ما تستعملوش الجافل على الارضية تحكم إلا خفتوا عليها انها تفقد اللون تحر وم بلوس الجافل يعني عن تجربة يخلي الضرد باهتة ما تبريش كي تستعملوا الجافل بيش تمسحوا الارضية تقعد هكذاك شاهبة ضببة وما تبريش المشكلة اللي يعاني ومن تقريبا كامل ربات البيوت هو انهم يغسلوا حوايجهم ويستعملوا اجود انواع تاع الغسول الخاص بالمشي نتاحهم ويخيروا اللي يكون يريح مليح وكامل لكن ما لغزمون نتيجة انهم يتحصلوا على ملابس رائحة تحهم كاريهة يعني رائحة تحهم ماشي شبتها مع من اليوم ان شاء الله راحين نشوفوا بعض التدابير والافكار اللي لك انتبعتوهم ان شاء الله راحين تتخلصوا من هاد المشكل بإذن الله اول حاجة نقدر نقولها لكم باش تتخلصوا من هاد الرائح الكريهة هو انكم تنظفوا هاد التغواغ الخاص جسما بالمواد اللي نحطوها داخل لاماشين باش نغسلو بهم كسا سوا الغسول ولا دوسيسون ولا اي شي هاد التغواغ لبنت حاولوا انكم تغسلوها على الاقل على الاقل مرة في الأسبوع لانه تتراكم فيها هادوك البقايا تاع الصابون اللي نستعمله وهادوك التراكمات هما اول حاجة راح تسبب روائح الكريهة للمشينة تاعنا دونك اغسلوا هاد لتغواغ بإحكام على الاقل مرة في الأسبوع كنت وردت لكم كيفاش تنحيوه كيفاش تغسله وكيفاش ترجعه وكيفاش تغسله البلاسة هاديك للداخل يعني في بلاسة لتغواغ كيفاش تنضفه من الداخل كل هذا في فيديو سابق خاص بتنظيف آلة غسيل الملابس ها خليلكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف اللي ما شافعتوش دونك هادا اول خطوة نديروها باش نتخلصوا بلوتو من روائح الكريهة تاع الملابس تاعنا ان شاء الله الخطوة التانية هو اننا ننضفو الماشين تاعنا من الداخل سيوغتو سيوغتو الجزء هادا يتاع لجوان تاع الماشين تاعنا هو اللي تتراكم فيه الاوساخ ويخرج روائح كاريها من الماشين دونك كل ما تغسلوا بلا الماشين تاعكم حاولوا انكم تنشفوا هاد الماكان حلوا شوية هاد الكاوتش و هادا يحلوه و غسلوه و امسحوا بانشفان بخبخ كامل ساير داير امسحوا حتى للفوق و عودوا حبطوا هاد الماكان باش الماشين تقعد ناشفة و ما تخرج من بعد روائح كاريها لانه لاخليتوا المال تم متراكم هادا كل ما راح يولي فيه رائحة كاريها و اكيد هادك الرائحة راح تجي على الملابس داكم حاجة و اخرى لبنات مرة في الشهر ولا مرة في الخمسة شينيو معا كل واحدة على حساب عدد المرات اللي تستعمل لاماشين تجي تدير لها النتوايج دولا كيو معنتها تشغلها على البروغرام اللي راح يغسلها يعني تغسل روحة بروحة نريقلوها على هاد البروغرام النتوايج دولا كيو و نمشيوها و نخليو الماشين تغسل روحة بروحة راحة تغسل اللي تويو التوحة كامل تغسل دونك قاعد الاجزاء اللي يكونوا متراكمين فيهم يا إما الماء اللي يكون فيه رائحة كاريها ولا ترسوبات ولا أوسخ ولا احت نتوايج روحة بروحة كي ما قلنا على الأقل مرة في الشهر و لك أن تستعمل لاماشين تاعك بزاف بزاف تقديري هاد لاماشين حتى وحدة أخرى ولي كنا شفناها تاني في الفيديو اللي قلت لكم عليها على تنظيف الماشينة بعد ما تكون الماشينة تقوم دارت لونة وياج دولا كوف تح راح نجو تنضيف هذا المكان اللي هو عبارة على الفيلتر على الماشين تاعكم شفنا في الفيديو السابق كيف تحلو هذا الفيلتر كيف تفرغ المال اللي فيه كيف تنقوه وكيف ترجعوه مكان لها نعود نشوف الخطوات في هذا الفيديو راح كما قلت لكم نخلي لكم الرابط للفيديو السابق ان شاء الله باش تروح تشوف هذا بالنسبة للخطوات تنظيف الماشينة وكخطوة آخيرة باش نتحصل على رائحة رائعة في الملابس اول شي اننا اكيد نختار المواد اللي لازمة يعني حاجة تكون فيها رحة شاب بتعجبنا وكاضافة مهمة جدا راح نستعمل زيت الاساس تحب ريحتها انا اللي عندي الخوزامة تعرفوني انا نموت على الخوزامة لكن انتو ما استعملوا زيت الاساس تحب ريحتها اختاروا زيت الاساس تحب الكاليتو تحب البرتقال تحب الليمون شي اللي نغلق ونشغل للمشين تعي للمشين اللي نخيرتو عادي جدا ونمشي للمشين تعي لبناتي لك انتبعتو كامل هاد الخطوات اللي درناهم اليوم في هاد المقطع مستحيل انكم تتحصلوا على ملابس الرائحة تحهم كاريها اكيد لازم نقول ونعاود التنظيف تاع للمشين تعكم لانو المشين تعكم الى كان هي اصلا فيها رائحة كاريها كيفاش حبيتوها تخرج ملابس رائحة تحهم طيبة يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه نضفوا للمشين تعكم واستعملوا قاطرات من زيت الاساس وكنصيحة اخيرة كيتكمل للمشين تعكم دايما خلو لها وقية هكدا تفتحوها باش تنشف وهكدا ما يقعدش في هالم وما تخرج رائح كاريها جيد دورك باش نضف الحيوط على المطبخ تعي ورح نوريلكم واحد المنشفة عجبتني بزاف بزاف شيتها من واحد لا سوبي غاد في غيون هادك تعل ديترجون لقيناها بغازة هاد المنشفة هي هادو كل ما نشف لنلبسوهم يعني اللوبالي تعنا شي اللي عجبني فيها انو جيها منشفة و جيها تحكو بيها الحائط و الجيها التانية تمسحو الحائط بعد ما تكونوا حكيتوها عجبتني بزاف و قلت لازم نوريها لكم بس كالي بخاطي كو تساعدكم بزاف وانا كيستعملتها نتيجة تحف غي مو عجبتني فحبيت نوريها لكم السعر والله تاني نسيتو يعني سامحوني لأسعار كوخطرة ننسى بش نشدهم بش نمدهم لكم هاي لك المنشافات رح نبدأ نغسل بها الحائط بديت الهنايا استعملت الجيهات على الهات حكيت درت الغيوة شابة هاي لحيط تاني حكيتو فاصي كما راكو تشوفو مع بلش لكن هاد المنشافات ترا هم يكزيستي ومنذ مدى نبارك لها دون فقط لهم ولبالك جدد الله اعلم للي معلب هاش بلي كين هاد المنتج عرفت هابه قلبت الهنايا المنشافة تاعي وجيت بالجهة التانية نمسح الحائط تاعي خرج يشعل ما شاء الله حبيت نوري لكم انا شكف كي نشري ولن نتلاقى بمنتج جديد هكذا ويعجبني جان بي لبار تاجي معاكم وبعد كامل الاشغال تاعي المنزلية عشية الدراري ورقتهم حان الوقت باش ناخد وقية ليا انا وجدت الشاي تاعي وحطيت قدامي الكتاب لاني نقرأ فيه حاليا وجيت شعلت لبرولور تاعي ورح نستعمل فوق دي فندان parfum اللي كتوشتوهم معايا في فيديو سابق لحقوني من عند الباج انستغرام هوم collection هادو ما لفند اللي بنتي ريحو ما شاء الله شكلتهم جميل بزاف تستعملوهم يا إما بش تعطروا البويوت تاعكم هاك دا كمار كتوفو فيا انندير ولا تحطوهم في لساك تاعكم في لساك في لخيزانات في لتيروار رحين تقدو تعطروا بهم أي مكان لأنو ريحات بزاف شاب بلا ما دوبوهم ديجا ريحات هم هاي لقدرتهم فوق le brüleur إلزان لبيري واحد لفند اللي بارفم ما شاء الله اعطوا ينم بيانس ماجيك داخل لساك تاعي ستة هم ريح مام من دو ريح شرب تمنت لبو كان تاعي قدامي وهادو كروا إحطيبا ما شاء الله هوم collection هي عبارة عن صفحة اعنستغرام مختصة في صناعة الشموع وفي الديكور المنزلي ننصحكم انكم تنضموا اتابعوهم باشتفوا كل الجديد تحهم على بالي راح تعجبكم الصفحة لبنات بعد كل يوم تعمل ولا يوم تعتعب في الأشغال المنزلية خصوا وقية قصير يلو كان نص ساعة خصوها لروحكم خصوها ديروا فيها شي اللي انتم ما حبين ومشي لازم عليكم تديروها خصوها لحاجة تحبوا تديروها مثلا شربوا الشي تعكم اقروا كتاب شوفوا انسي ما تحقروا شروح هادشير راهو مهم جدا جدا في حياتنا اليومية ما لازمش نجيبوها غير لكور وديري وديري شغل اكيد هذا راهو من اليوميات تعنا لكن ما تنسيش روحك في هذا كامل فالا حبوبات هذا هو اللي كان الفيديو تعنت عنها اليوم نتمنى من كل قلبي انه يكون اعجبكم خذيتوا منه افكار تدابير حيال اسيقتوا تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة انا معلية دورك غير اني نضرب لكم موعد في الايام المقبلة في فيديو جديد قريبا جدا جدا دجرام صناولي في الباب لازم نخليكم معلية دونك غير نضرب لكم موعد قريبا جدا جدا في فيديو مقبل ديش لنقلكم تهالله لي بزب زفر وحتيكم وتبقوا على خير يا ناس الخير